دشن دائرة المرأة بإصلاح ترين بمحافظة حضرموت فعالياتها بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح بمحاضرة سياسية تناولت استعادة الدولة والنظام الجمهوري وأدوار الإصلاح منذ نشأته وقال القيادي في الإصلاح بوادي حضرموت الأستاذ علي صبيح إن اندلاع ثورة السادس والعشرين من سبتمبر قبل ستين عاماً كان إذاناً ببداية سقوط نظام سلالي عنصري غاشم جثم على الشعب اليمني لعقود من الزمن وأكد صبيح أن الإصلاح ومنذ انطلاقته في الثالث عشر من سبتمبر ألف وتسعمائة وتسعين لم يكن يوماً إلا في صف الدولة ونظامها الجمهوري وشارك بفعالية في كل المحطات السياسية لترسيخ النهج الديمقراطي ترجمة نانسي قنقر